وإلى كوارث طبيعة حيث اشتاحت سلسلة من الأعاصير العنيفة أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكية مما أدى إلى أضرار جسيمة وتعطيل واسع نطاق في ولايتين براسكا وأيوة ووردت تقارير عن عدة أعاصير ضربت هاتين الولايتين خلفت وراءها دمارا واسعا في المنازل والبنية التحتية وأشارت تواقم الإنقاذ إلى أنها عفرت على أضرار جسيمة عندما وصلت إلى أحد أحياء الكورن وهي ضحية شمال غرب أوماها وسوية العديد من المنازل بالأرض وتعرضت أخرى لأضرار كبيرة أما في ولاية أيوة فقد ألحق الطقس العاصف دمارا واسعا بعشرات المنازل مما دفع حكم الولاية إلى أعلان حالة الطوارئ في مقاطعة بوتاواتامي